فرق كبير بين من لا يرى من وظيفته إلا المقابل المادي الذي يجنيه وبين من يرى الأثر الذي يتركه كانت إحدى المسؤولات تزور مصنعا في الهند فلفت انتباهها عامل في زاوية من زوايا المصنع ينشد الأغاني وتعلم حياه علامات السعادة فاقتربت منه فإذا هو يجمع المسامير ويضعها في علب خاصة شأنه شأن بعض رفاقه بالقرب منه فزاد هذا الأمر استغرابها فسألت ماذا تفعل؟ فقال أنا أصنع طائرات فقالت له باستغراب طائرات فقال أجل سيدتي طائرات هذه الطلبية لشركة تصنيع الطائرات والطائرات العملاقة التي تركبينها لا يمكن أن تطير دون هذه المسامير الصغيرة هنا السر نظرتنا لأنفسنا هي التي تحدد قيمتنا في الحياة فرق كبير بين من يرى نفسه جامع مسامير في علب وبين من يرى نفسه شريكا في صنع الطائرة كل عمل مهما كان بسيطا يترك أثرا في هذا العالم تحتاج فقط أن تنظر إلى هذا الأثر أنت لست مجرد كالناس للطريق أنت شخص يجمل وجه المدينة أنت لست مجرد نجار أنت إنسان يحمل بيوت من السرقة ومن الشمس والريح أنت لست مجرد خياط أنت تهب الناس لمسة أناقة أنت لست مجرد خطيب على المنبر أنت تدل الناس على الطريق الموصلة إلى الله أنت لست مجرد مدرس صبيان أنت صانع أجيال أنت لست مجرد مهندس صانع الجسور أنت منشؤ الوصل بين الناس والأماكن أنت لست مجرد طبيب أنت سبب في تخفيف ألام البشر أنت لست مجرد ربة أسرة أنت أهم شخص في هذا العالم أنت أول مرب وأهم مرب فليس هناك صناعة أعظم من صناعة الإنسان الذي لا يرى من عمله إلا الأجر المادي الذي يتقاضى فقط هو إنسان أعمى لا يرى هناك أثر يجب أن لا يغيب عن بالنا وهو الذي يجعل العمل رسالة ويهب الإنسان قيمة ولا أحد يستطيع رفع قيمتك ما لم تكن أنت تشعر بقيمة نفسك اسأل نفسك من أنت سلام عليكم سلام عليكم